بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين من نستعين الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقصوتنا وكدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورب الكعبة بتوحشوني وفعلا ببقى مشتاء أن يوم الثلاث ده يبقى كل يوم عشان نتقابل مع بعض ونتعايش بقلبنا مع ليلة في بيت النبي أدينا دخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة ووعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فالإناء قاعد مع بعض الصحابة وبيقولهم خيروا الناس من طال عمره وحسن عمله عشان كده عنوان درس لله دي بعنوان عاش مليون سنة الله عاش مليون سنة في حد في الدنيا ممكن يعيش مليون سنة تبتخيلوا معايا كده لو واحد عايش بيننا لحد الآن وكان عايش من أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد تاني عايش من أيام سيدنا عيسى أو من أيام سيدنا موسى أو من أيام سيدنا نوح أو من أيام سيدنا آدم تبتخيلوا بقى لو كانوا واحد عاش مليون سنة الحقيقة أن في ناس فعلا هتيجي يوم القيامة وهتلاقي عمرها مكتوب في ميزانها وفي صحيفتها فعلا مليون سنة حاجة عجيبة قوي تعالوا نبدأ اللقاء النهاردة ونشوف مين هو الرجل الذي يعاش مليون سنة ويأترى كل واحد فينا يقدر يخلي حياته كلها مليون سنة ولا لأ تعالوا نبدأ بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ما أبدأ أحب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أحب أني النهاردة أوجه شكري لأخت فاضلة اسمها أم عبد العزيز من السعودية كانت بعتت رسالة من حلقتين وأنا نسيت أن أشكرها أنها عملت عمرها لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة وسبحانك يا رب هي ورزقه وخيرات من عند ربنا سبحانه وتعالى لهذا رجل الطيب المبارك الله يرحمه رحمة واسعة أنه يتعملوا لحد النهاردة من يوم ما توفي يتعملوا 25 عمره ربنا يبارك ويتقبل يا رب ويجازي كل الأعمال والعمرات ديت كل خير يا رب العالمين وربنا يجمعنا وقياك مع الخير ويبارك في عمركه تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عاش مليون سنة مين الرجل دوت؟ الرجل ده ممكن يكون أنا وممكن يكون أنت وممكن يكون أنت إن الواحد عمل أعمال تساوي مليون سنة ودائما إنسان لا تقاس حياته بالأيام اللي عاشها وإنما تقاس بالأعمال اللي قدمها يعني إنسان عمل أعمال الأعمال دي هي دي اللي بتوزن حياته هي دي اللي بتساوي عمره عمرك هو اللي انت قدمته من عمل ومن خير تعمله يبقى في ميزان حسناتك عشان كده بنقول كل واحد في الدنيا ليه هواية كل واحد في الدنيا ليه هواية المؤمن هويته جمع الحسنات المؤمن هويته جمع الحسنات لأنه يقن بقول المولى عز وجل وما تقدمه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر الله ويقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت إن حياتنا دي جماعا ما ينفعش تكون تجربة وبتعدي كده وخلاص لأ حياتنا دي لابد يكون لها خطة إنت لما بكون رايح رحلة بتعمل خطة للرحلة بتاعتك دي إنت النهاردة مسافر مثلا مسافر الصين مثلا وإنت مسافر الصين عامل حسابك إن إنت هتركب من مطار قهيرة مثلا نازل ترانزيت في دبي نازل بعد دبي هتطلع مثلا على سنغفورة من سنغفورة للصين سبحانك يا ربي ففجأة إنت بتركز خطتك بقى هطلع إمتى أطلع من كذا والرحلة الأولى دي اللي بيترتب عليها الرحلة في الرحلات التانية يعني أنا طالع من مطار قهيرة طالع للمطار بتاع مثلا دبي يبقى لازم أحافظ على معاد الرحلة الأولى لمطار القهيرة بناء على هذا هوصل في معادي لدبي من دبي هوصل في معادي لسنغفورة من سنغفورة هوصل في معادي لحد الصين وهكذا فإذا حياة الإنسان محتاجة ترتيب محتاجة أشوف إيه اللي أعمله في حياته عشان أنجح في حياتي كلها ووصل للمراد هدفي هو رضا ربنا سبحانه وتعالى ثم الجنة أهم حاجة رضا ربنا لأن ربنا لما وصل في الجنة قال إيه قال ورضوان من الله أكبر أكبر من الجنة وأكبر من نعيم الجنة أكبر من الدنيا ومن نعيم الكون ده كله هو رضا ربنا سبحانه وتعالى سبحانك يا ربي يعني إزاي أوصل بعمري مليون سنة بأنك تخلص صحيفة بتاعتك مفتوحة على طول الصحيفة بتاعتك تفتح على طول إزاي من خلال حاجات معينة أقولها لك وده وصفة النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك كما عند مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الله وبعدين يجي في حديث تاني برضو رواه أحمد والطبراني في الكبير بسنة دين صحيح يقولك أدالوا على الخير كفاعلي أنا سنت سنة حسنا علمت الناس حاجة معينة علمتهم عبادة معينة علمتهم خلق معينة علمتهم سلوك معينة علمتهم أي حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى كل اللي يعمل بالحاجة اللي أنا قلتها أو اللي دلتهم عليها ديت كل اللي يعمل بها يتكتب في ميزانه وفي ميزاني بمعنى أن الملك يعمل نسختين من الصحيفة ديت أنا دلت واحد مثلا على أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك يا ربي يبقى إذن بالصلاة ديت لما هو يصلي على النبي مرة الملك يكتبها في ميزانه ويكتب نسختين يتبقى في ميزان حسنات حضرتك طب تخيل لو أنت علمت مليون واحد أن هم يصلوا على النبي يعني أنا لو قلت دلوقتي وعالهوى هم مثلا قدامنا ملايين وبقول صلى على حبيبك فلما تصلى على النبي على السلام وبعين بقولك ما تصليش على النبي بس في الحلقة لا صلى على النبي على طول وخلي حياتها كلها صلاة على النبي على السلام فلما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكتب في ميزانك وفي ميزاني ويتكتب في ميزان كل من نخل لكم الحلقة ديت على الهواء عشان تشوفوها عشان تعملوا زي اللي بقولكوا عليه فيبقى في ميزان حسناتكم حاجة فوق الوصف الدالة على الخير كا والكاف ديت تسوي ايه نفس العمل بالزبط الدالة على الخير كفاعلة الله ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القديم خب بالك ممكن الصحيفة تبقى مفتوحة ليك بالخير وممكن تبقى نفس الصحيفة تاني يعني مفتوحة برضو الواحد تاني بس في الشر ربنا عافين وعافيكم معقولة أنا أخلي صحيفتي مفتوحة في الشر لأن النص الحديث في جزء التاني بيه ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة واحد سنة سنة سيئة شو مجرد أنه أخذ ذلك أصلي الصحف دي ثلاث أنواع واحد صحيفته مجرد ما يموت هتتقفل خلاص واحد تاني بمجرد ما يموت صحيفته تفضل مفتوحة بالخير العمر كله واحد صحيفته تفضل مفتوحة بالشر العمر كله شو بقى اختار بقى يعني الوسط أن صحيفتك تموت تقف تتقفل ده الوسط إنما الأجمل أن صحيفة تفضل شغالة ويفضل كل ده في ميزان حسناتك طول ما انت عايش اسمع للحديثين دولك من أروع ما تسمع في حياتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار بإسناد حسن سبع وركز معي هو ده مدار الموضوع كله سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موت الله يبقى سبع حاجات لما عملهم وأنا في قبري يجري الأجر بتاعها علي لحد يوم القيام الله أكبر يبقى الصحيفة مفتوحة لحد يوم القيام وأنا في قبري وأنا في قبري موجود في قبري والصحيفة بتاعها تمفتوحة وكل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة خير بيتكتب وحسنات بتكتب في ميزان حسناتي وأنا في قبري كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته أول حاجة من علم علما الثاني حاجة أو أجر نهرا تارت حاجة أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته الله نقوله تاني نقوله تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته الحديث الثاني حديث مشابه ليه وإن كان فيه خلاب بسيط جدا بين الألفاظ الحديث الأولان اللي هو البصدار بإسناد حسن تلاقيه في صحيح الجامعة برقم 3602 الحديث الثاني اللي هو ابن ماجه بإسناد حسن تريف ساعة الجامعة برقم 2231 قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشرهم وولدا صالحا تركهم ومصحفا ورثا أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجرا أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياتي تلحقه من بعد موتي الله السبب حاجات دولة يفضلوا موجودين وشغلين وانت في قبرك ونايم في قبرك حاجة جميلة حاجة جميلة جدا جدا إن الإنسان يبقى أدخال في الحياة حتى وانت قاعد في بيتك كده ونايم ومستريح وفيه ناس بتشتغل وانت بتكسب عارف صاحب الأعمال رجل الأعمال عنده شركة فعنده عمال شغالين عنده لحسابه أو عنده متاجر وصوى الماركت ومتجر كبير ومول وحاجة كده جي بتاعته وهو نيم في بيته والعمال شغالين والبيع والشيره والفلوس بوا وكل ده وفلوس عمالة تخشله وهو نيم في بيته كل ما في الأمر هو يتابع بس الأعمال من خلال التليفون إيه الأخبار عملته إيه البضاعة الفنانية وصلت طب ودي طلعت وإيه اللي خلص وإيه اللي ناقص وبالتالفنان بيخلصهم كل حاجة ووقعت في بيته هتخيل حضرتك بقى ده أمر من أمور الدنيا وما الأمور الأخرة بقى لما كون أنا نايم في قبري والحسنات شغالة الناس اللي أرترهم يصلوا بيصلوا وأنا في القبر والصالة بتاعتهم بتتحسب في ميزانهم وميزاني الناس اللي أرترهم يسبحوا ويستغفروا ويصلوا على النبي ويذكروا ربنا بيذكروا ربنا وده في ميزانهم وفي ميزاني البنت اللي أرترها تحجبي فاتحجبت وخلت بنتها بعد كده لما تجاوزت يتحجبوا وخلت صاحباتها وخلت ولاد خلتها ولاد عمها وزميلاتها في الشغل كلهم يتحجبوا وكل ده في ميزان حسنات طول ما هي خرجة بيحجبها وطول ما ما خرجين بيحجبهم الشاب اللي أرتره بر أمك وابوك فتكلمت ميت واحد فبروا أباهم وماتهم وأنا نام في قبري كلما الأم ابنها يبرهت وتدعيله وتدعيله هو ده الخير اللي احنا عايزين نعمله عمرك ما يدعش هباء عمرك ما يدعش كده العمر ده أغلى حاجة النبي هو اللي قال كده قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسنة دين صعيح اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل موتك حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك يعني انت شوف دول حاجتين مهمين جدا من الخمسة ولذلك لا تزولوا قضى مع عبدي من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أول حاجة عن عمره فيما أفناه وتاني حاجة عن شبابه فيما أبلاه فنص الأربع حاجات اللي يتسئل عنها العمر بتاعه عمرك هو كنزك يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وانت عمل زوالة النتيجة كل يوم بتقطه في يوم من عمرك عشان كده محتاجين إن إحنا نفهم إن العمر ده ما ينفعش يعديها بقى لازم تستثمر كل لحظة من حياتك الحديثين دول بقى اللي إحنا قرناهم دلوقتي بيوضحوا إن الصداقات مش فلوسه بس أبدا الصداقات نوع تاني كمان غير الفلوس يعني ممكن يكون فلوس دي ممكن تكون يعني مش عايزة أقول آخر حاجة بس مش هي كل حاجة اسمع لي قول المولى عز جل ألف لا مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتخين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة خبالك بقى ومما رزقناهم ينفقون ما قالش من الفلوس ينفقون مما رزقناهم تنفق من علمك تنفق من أخلاقك إن أنت تعامل ناس معاملة طيبة تنفق من معاملاتك تنفق من عملك اللي بتشتغل ده ربنا إدك منصب وده نعمة من عند ربنا تنفق بإن أنت تعامل الناس معاملة كويسة وتقدروا من حاجتهم ده انفاق خبال حضرتك تنفق بإن أنت تعلم الناس العلم بتاعك تنفق بإن أنت تقدم الناس وتعرفهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفهم شرع ربنا سبحانه وتعالى كل دوت رزق أنت بتوزعه على الناس وبتعلم الناس من الرزق اللي ربنا أكرمك بهم دي المسألة اللي احنا محتاجين نفهمها إن الرزق عمره مكان فلوس وبس فلوس وغير فلوس اسمع ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك فلوس ولكن يحرمك من حاجات ما ينفعش تشتريها بالفلوس زي الصحة زي راحة البال زي الزوجة الصالحة زي الأولاد زي الخلق الطيب زي نعمة الإسلام زي نعمة الصبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر زي نعمة التفرقة بين الحلال والحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال وبين والحرام وبينهم أمور المشتبات لا يعلمها كثير من الناس يبقى في أمور معينة ما هيش فلوس لكنها رزق أعظم من الفلوس الصحة وراحة البال والزيجة الطيبة والعلم والعمل والتوفيق إلى نعمة الإسلام والتوحيد وحب الناس حب الناس كنزة أيضا وراحة البال كل دي كنوز أعظم من الفلوس تعالوا نكمل مع بعض عاش مليون سنة ولكن بعد الفاصل صلى الله عليه وسلم تعالوا نسوا ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى إذن ممكن إنسان اللي هو عمره ستين سنة أو خمسين سنة ممكن يلقى الله سبحانه تعالى يبقى عمره مليون سنة واثنين مليون سنة ويقين ورب الكعبة ممكن لو حبيت تخلي عمرك خمسة مليون سنة قسم بالله العظيم ممكن يكون عمرك خمسة مليون سنة وعشرة مليون سنة الأمور مش بعيدة الأمور محتاجة بس إخلاصني وفقة في ما عند الله سبحانه وتعالى وان انت تتعامل بزكاء مع امور الشرع ازاي ان انت يومك ما يتعداش بيوم واحد ازاي ان انا كنت دايما بقول لبعض شباب بقولهم يا شباب تحبوا تصوم رمضان اللي جاي ده مئة مرة فواحد قال لي ازاي اقولوا والله سهلة جدا في طريقتين الطريقة الاولى ان ربنا يجعلك سبب في هداية تسعة وتسين واحد فلما انت تصوم وتصلي قيام الليل وكده يبقى يتحسك في ميزانك وفي ميزانهم وميزانك التسعة وتسين بيصلوا وبيصوموا يتحسك في ميزانهم وميزانك يبقى انت كده صمت مية رمضان وصليت قيام الليل في مية رمضان في طريقة تانية لو انت يعني صعب بالنسبة لك ده ربنا يهدى على ديك مية واحد في طريقة تانية ان انت تجيب مية او تسعة وتساسين واحد لو عندك قدرة ان ان انت تتعامهم كل يوم من الصائمين فيتحسك بالتسعة وتسعين في ميزان حسنا تفزيئة صيامك يبقى انت صمت رمضان مية مرة سبحانك يا رب طب واحد معوش خالص شوف الاسلاب جميل ازاي هات مية طمراية وبقابل المغرب مباشرة او خليك كريم شوية هات كل يوم كيلو طمر كيلو طمر كده يكون فيه مثلا 300 طمراية ولا حاجة اخبالك وحط كل ثلاث تمرات في كيس صغير والناس اللي واقفين في العربات بتاعتهم في الشارع قبل المغرب دايما بقى فيه زحام كده قبل الفطار تخش على كل العربية والسلام عليكم لو سمحت افطر على دير حاجة جميلة قوي قوي يبقى انت كده بتفطر بيت واحد كل واحد على ثلاث تمرات ويتحسب صيامهم في ميزان حسناتك بفضل الله لان هي دي طقتك وهو قدرك انت قدرك ما انتش قادر تدي اكتر من كده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحانه تعالى تعالى نرجع للحادثين ونشوف ازاي تعيش مليون سنة اول حاجة بيقولك علما نشره يبقى اذا ان مما يلحق المؤمن من بعد موته وهو في قبري علما نشره علما نشره وفي الرواية التانية علما علمه ان انت تنشر علم او تعلم علم يعني اذا صاحب المكتبة اللي بيطبع كتب حتى لو كان بيكسب فيها لو يحتسب النية يرخص الكتب يطبع على ورق نظيف يوصل الناس الكتب باسلوب مهذب كده وجميل وفيه شيء من الامانة يهتم جدا بالمادة العلمية التي تقدم في الكتب اللي بيطبعها يتحسب في ميزان حسناته ويقع نشر علم والشيخ اللي بيقلف كتاب هو ده عمرك هو ده ابنك هو ده ابنك اللي عيش من بعدك وهو ده عمرك التاني هو ده عمرك التاني ان يبقى عندك علم بيتنشره سواء دروس سواء كتب سواء مطويات سواء اي حاجة خاصة بالكتب كل ده بيتحسب في ميزان حسنات حضرتك وحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصائحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة الله سهله طريقا الى الجنة بمجرد ما نبدأ في طلب العلم طريق الجنة يتفتح ما شاء الله ويسلك طريق للجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك قال معاذ بالجبل كان لي كلمات كده جميلة اوه في موضوع العلم قال تعلم العلم فان تعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح قد ذلك بالكلام والبحث عنه جهاد وبذله لمن لا يعلمه لمن لا يعلمه صدقة وتعليمه للناس قربة هو ده العلم حاجة جميلة اوه ان انت بتعلم الناس وداله على الخير كفاعلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن خب لك من حاجة ان لن ينتفع الناس بعلمك الا اذا كنت انت شخصيا بتعمل بهذا العلم لان المولى عز وجل بيقول اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال جنة عالى عن يعقوب عليه السلام وانه لدو علم لما علمنا قال قطاد ايب وانه لدو عمل بما علمنا يبا بنشر علم بعلم الناس علم لكن العلم ذا لن ينتفع الناس به الا اذا كنت انا حالي يوافق الكلام اللي انا بقوله ولذلك ليحذر كل عالم كل داعية كل واعث ان الناس تشوف احواله بخلاف اقواله دي بتقفتة كبيرة جدا جدا بتخلي الناس لا تثق ابدا في اهل العلم ويكون احيانا في ظلم واجحاف انه يعممه يقوله بس يبقى كله كده لا مش كله كده احكم على كل شخص بنفسه ودع الباقي حتى يظهر لك منهم ما يبدي يعني ما بداخلهم لكن علينا باحسان الظلم بجميع من حولنا ولذلك لما تترك علم يبقى انت كده بتوسع عمرك يبقى انت كده بتطول عمرك يبقى انت كده بتترك الصحيفة مفتوحة الامام ابن الجوزي يقلف الفين مجلد يا اخوة ربي دي يعني النهاردة انا لو قلت لمسلم المسلمين قرأت في حياتك الف مجلد يقولك الف مجلد بس احنا نخلص مجلد والمجلدين يبقى رضا والحمد الله رب العالمين اما الامام ابن الجوزي مش قرأ الفين مجلد ده كتب كتب ألف الامام ابن تامير رحمه الله رحمة الله وسعة كان يصنف يعني بيقلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ اللي هو بين الوراء ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه من بعده في اسبوع كامل سبحانك يا رب الامام احمد يقول له الى متى تطلب العلم يقوله مع المحبرة الى المخبرة الامام عبدالله ابن المبارك يقول له الى متى تصنف يقول لعل الكتاب الذي ادخل به الجنة لم يكتب بعد الامام ابن جارير الطبري لما جمع طلاب العلم كده قالهم أعزين نقل في كتاب في التفسير طب سيكون في كم صفحة الامام قال له listened في حدود 30 ألف صفحة قالوا له هذا مين يترفن منه الاعمار لدينا العمر كله يخلص و todaنا مهم نسوه白 مخلصناش قال لهمizado Laneライ الله و true ماتت الهمم نعمل في 3 ألف صفحة وقل في كتاب تاريخ الطبري hacer make 3 ألعاب فى تفسير الكرام فى 3 ألاف صفحة اтировهenas تفسير الكرام فقدت معدى الكرة قال لهم لأن عليهم يترفن جاهزين تاريخ في كام يا إمام قال لهم في حدود 30 ألف برضو كده قالوا ده هذا مما تفن منه العمر قال إنا لله أن يلي رجعون ماتت الهمم طب نعمله فقد قال لهم نعمله في 3000 صفح همم همم ما شاء الله كان فيه أحد الأئمة الحاكم رما في السجن السجن بتاعه كان إيه مش هتصدقه كان بئر رما في البئر قال له هو ده السجن بتاعك تخالوا حضراتكم هذا العالم كيف يوصل علمهم هو بئر ولكن حطت عليه اتنين حراس فالحراس كانوا يأذنوا والتلاميذ يجوا يزوروه كل يوم فكانوا يجوا يزوروه والإمام قاعد في البئر يعمل إيه؟ بئر طبعا جافة ما فاش موية يعني فكان يعود يعني يقول لهم بعض الدروس أو بعض المعلومات الفقهية وهم يدونوها في ورق لحد ما هو قاعد في البئر المدة معينة للمدة اللي قضاها في البئر ألف من خلالها 20 مجلت في الفقه وأصبح عند هؤلاء التلاميذ 20 مجلت في الفقه من شرح الإمام هو بالشحو من هذا البئر يبقى تعلم تتعلم وتعلم الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من تعلم الكرآن وعلمه قال كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية ولو آية يعني لو جبت مثلا شوية أولاد كده صغيرين وحفزتهم الكرآن خب بالك بقى أنا ما قاعد قدامي مثلا ما قاعد قدامي مثلا خمسين طالب تعالوا حبيبي نتجمع في مسجد نتجمع في فصل نتجمع في أي مكان وحفزه الكرآن طيب يلا حبيبي اقرأ ورايا كلما الشيخ يقرأ آية والتلاميذ الخمسين يقرأوها القراءة بتاعت الخمسين بتكتب في نزانهم وفي نزانهم وبعد كده التلاميذ بياخد الصورة ديت ويروح البيت ايه يكررها عشان يحفظها الصورة الواحدة ممكن يكون مثلا الصورة دي صفحة مثلا في المصحف الصورة ديت يعني قدي مثلا السطر فيها قدي يبقى 6000 حسنة في مئة مرة يبقى 6100 ب600 ألف تقريبا صح كده 600 ألف حسنة في صفحة واحدة تتكتب في ميزان الطفل دوته في ميزان حسنات الشيخ اللي علمه ده لو كان طفل واحد بيتعلم وما لو كانوا ميت واحد وما لو كانوا أجيال ورا بعض أنا أذكر الشيخ اللي كان نحفظنا الكرآن الله يرحمه رحمة الوسعة كان شبه كفيف يعني كان لا يرى إلا خيالات الله يرحمه رحمة الوسعة وأقسم لكم بالله أعجب ما رأيت في عمره وكانت هذه كرامة خاصة بهذا الشيخ أعجب ما رأيت في حياتي كنت لما أروح أسمع على قدين هذا الشيخ وكنت صغير كنت أظن لي كنت لسه في ستة ابتدائي أو حياتي أو ربعة والله ما فاكل يعني كنت في منحلة ابتدائي فكنت رحنا عشان أسمع على إيده الكرآن فمسلا عايز أسمع من سورة الروم وفلان ده وزميلي حافظ من سورة البقرة وفلان حافظ من سورة العنكبوت كنا أربعة بنسمع في وقت واحد فكان يقول لي يلا يا محمود يا ابني ابدأ فأبدأ وبعدا ما أبدأ يوم مش هاول للتاني هو مش شايف غير خيالات مش هاول للتاني ابدأ يوم بادئ خب بالك والتالت والرابع وكل واحد بيسمع وركزه معايا كل واحد بيسمع في سورة مختلفة عن التاني تماما والشيخ ورب الكعبة يقعد يسمع ويهز في دماغه وكده يوم أنا مثلا إيه غلط يوم حاطت إيده عليك كده عشان أسكت فأسكت وبعدين شوية كده وقال لي الآية الصحيحة قال لا أنا غلطت فيها وخب بالك والتاني يغلط لحد دب أنا تعمدت في مرة إن أنا أغلط عشان أشوف هو هينتبه فعلا لغلط في وسط ما أربعة بيقرأوا من صور مختلفة ولا لأ والله العظيم التفت إلي وحطت إيده على رجلي وقال لي استنم أو اسكت تمام قال لي اسكت فسكت وبعدين أمقال لي القراءة الصحيحة بتاعة الآية حاجة حاجبة جدا حسيت إنها كرامة ربنا أكرم بها هذا الرجل إذن لو حفظت شباب أو حفظت حضرتك مجموعة من البنات الكرآن كل ده يكتب في ميزان حسناتك لو دعوت رجلا للصلاة أنا دعيت واحد للصلاة فصل ورجل ده راح دعى زوجته أولاده أريبه أولاد عمه وممكن يكون بعد كده طلب القلم وبقى شيخ ولا داعية وبدأ يعلم كل ده يتحسب في ميزانه وفي صحيفته ويكتب في صحيفتنا كمان كذلك حضرتك وكذلك حضرتك وكل واحد فينا من دعى إلى خير أو إلى هدى كان له مثل أجور من تبعوه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لو مسلم ممكن واحدة مش محجبة دعيتها للحجاب وهذا لما دعيتها للحجاب هي راح دعت أريبها وحبيبها وزميلها وبنتها لو جوزت كل ده في ميزان حسناتك لو كفلت داعية كانوا يقولوا أن أخطر مرض في العصر الحديث هو مرض الإدزلي لأنه بيخش على جهاز المناعة بيدمره مباشرة كذلك نفس المشكلة أن أعداء الإسلام بيخشوا على الجهاز المناعي للمسلمين ويخبطوا شبهات يمين وشمال وين ويخلوا الناس تطلق بط وطول إيه ده معقولة ده فيه ناس بتقول على الإسلام كذا وكذا وكذا وتنتشر الشبهات إيه جهاز الصد المناعي ضد الشبهات هم علماء الأمة اللي وقفين على حرس الحدود بيحموا هذه الأمة فممكن يكون فيه داعية نابخ ما شاء الله طالب علم ومجتهد ما شاء الله فأنا لما أكفره ولما أسعده في أنه يتفرغ لدعوته وممكن أحسب ده من زكاة مالي ما فيش مشكلة طالب علم فقير أديره كل شهر مثلا خمس ومت جنيه أنا عايز أطلع زكاة مالي مثلا في السنة ستة لاف جنيه أدهله على سورة مرتب الخمس ومت جنيه وممكن يجيب بينهم بعض المراجع والكتب ويذاكر وأنا قعد في بيتي ونايم ومرتاح هو بيذاكر وبيدرس ويصهر ويروح ويددروس ويصلح بين الناس ويكرم الناس ويعلمهم شرع ربنا وصنة نبينا وكل ده في ميزان حسنتنا كفالة طلبة العلم سبحانك يا رب باب من أبواب الخير عظيم جدا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكتهم وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يبقى كل اللي تعلموا على إيدك وكل اللي اهتدوا يصلك ثوابهم جميعا ويتحسب في ميزان حسنتك الحاجة الثانية الحديث إنه عسلم قال وولدا صالحا تركهم ولدا صالحا تركهم كنا بنظن زمان قبل ما نقرأ الحديث ده جماعة إن من شروط انتفاع الأب بالابن إن الابن دوت لابد إن هو يدعو له ويستغفر له بعد موتي قالك لأ هنا في معلومة جديدة إن مجرد ما يكون عندي أنا ولد صالح ومطيع وإنسان مهذب ومتدين حتى لو لم يدعو لي وحتى لو لم يستغفر لي فأنا أنتفع بهذا الولد لأن كل أعماله بلا استثناء بتتكتب في ميزانه وبتتكتب في ميزان حسنتي يبقى الحديث دوت بيضف لنا معلومة جديدة تماما إن الولد الصالح بينتفع به الأم والأب حتى لو لم يدعو لهم وحتى لو لم يستغفر لهم وحتى لو لم يستغفر لهم وحتى لو لم عملهم شي صدق جاري ولا أي حاجة كل أعماله هو حتى لو عملها لنفسه بتتحسب في ميزانه وتتحسب في ميزان الأب والأم سبحان الله قال النبي عسون قال الولد من كسب أبين ولذلك حتى الولد الصالح يا جماعة خير للأب والأم حتى لو الابن دوت مات قبل الأب والأم يعني احنا بقول الأب مات والأم ماتت فبينتفعوا بالولد الصالح أو البنت الصالحة اللي عايشة لا ده حتى لو الابن أو البنت ربنا يحفظكو لو ماتوا قابلينا احنا بننتفع بهم عند الاحتساب قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أي الإثم إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمتهم إياهم فيقول الأولاد حينما يقال لهم ادخلوا الجنة يقولوا لا ندخل إلا ومع أبوانا فيقولوا جل وعلا ادخلوا أنتم وأبواكم الجنة فيدخلون الجنة سويا فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحديث ده بيضف لنا معلومة جميلة قوي أنه إحنا كنا بنعتقد أنه لازم من شروط انتفاع الأب والأم بالولد أن الولد الصالح لازم يدعو لهم ولازم يستغفر لهم ولازم يعملهم صدقة جارية حتى لو ما عملش للأب والأم ولا حاجة هم بينتفعوا باللي عمله لكن يزيد الأجر بالنسبة للولد لو أنه احتسب أنه يعمل الخير دوت لأبوه أو لأمه يتحسب في ميزان حسناته ويتأكد قبوله لأنه عمله للغير عمله للأب والأم وده بمثابة اللي هو إيه اللي هو الدعاء بالظهر الغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم يقول ما من مؤمن أو ما من مسلم يده ولأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل يبقى إذن الخير هنا بيعود على الولد أكتر من الوالدين لأن الوالدين كده كده كسبنين الأب يعمل عمر الإبن يعمل عمر أو يحج أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يطلب علم أو يدعو كل ده واصل في ميزانه وفي ميزان حسنات الوالدين يبقى إذن أو ولدا صالحا تركه نجرب بس ترك ولد صالح في الدنيا وده يدينا درس جميل أن نحن ربي أولادنا على الصلاح أننا بربي ابني دوت أولا لله ثم لنفسي بربيه لله عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرني أننا أتقرب إليه سبحانه وتعالى بتربية أولادي وأننا أعمل لهم وقاية من النار وأننا أخذ بإيدهم إلى الجنة قال جل وعلا يا أيها الذين أمانوا كو أنفسكم وأهليكم نارا وخوضوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي كما في الصعيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي يبقى إذن حينما تترك أولادك الصالحين يصلوا ويستغفروا بيعملوا بأي حاجة كل ده يتحسب في ميزانهم وفي ميزان حسناتك لكن زي ما قلت لحضرتك لهو بقى استغفر لك لهو دعالك هو بقى هيزيت في أجرك وهيزيت في أجره وهو اللي هينتفع أكتر لأن كده كده هو الخير وصله الخير وصل لك وصل لك من أولادك الصالحين اللي تركتهم في الدنيا يقولوا صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقولوا أن هذا فيقالوا باستغفار ولدك لك يبقى ده العنصر الثاني أو ترك ولدا صالحا يبقى مجرد ترك ولد صالح أو بنت صالحة طبعا كلمة ولد بيشمل الولد والبنت أو ترك بنت صالحة كل ده يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى بالإضافة أننا لما أترك ابن صالح أو بنت صالحة أنا نفسي أذكر بالخير أننا لما موت وابني يكون صالح فلما الناس تشوف أخلاقه معاملاته عباداته اقتربوا للعلم دعوته إلى الله يقولوا الله يرحم والدك ربنا يرحمه رحمة وسعة ترك ولد صالح زيك ربنا يرحم والدك يا بنتي الله يرحم أبوك وأمك اللي تركه بنت صالحة زيك وهكذا يبقى الأب ياخد الدعاء والجمال والثناء ده كله وهو في قبري وهو في قبري بعد موته سبحانك يا رب يشوف أدي الخير بيوصل للإنسان وأدي عمر الإنسان بيطول بالخير اللي هو بيقدمه لدينه والبلده والنفسه الحاجة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومصحفا ورثة أن أنت تجيب مصحف وتعطيني الناس عشان يقروا في المصحف ده ويدخل في نفس المعنى كتب العلم فيه طلبة علمي يعني سبحانه الله لما عملت المرسوعة الذهبية الاسطاشة المجلة دي فجئت بطلبة علم كتير جدا يجي ليقول لي نفسي بس أحصل عليها عشان أتعلم وأدعو إلى الله سبحانه وتعالى فأنت من جواك ما تقدرش ترده فبتدهاله فبينتفع بيها بيقرأ ويتعلمه يعلم غيره هو ده الخير اللي انت ممكن تتحصل عليه ده أحسن ما تديله 200 ألف جنيه تبتديله علم علشان ينتفع بيه وينفع بيه الناس اللي حواليه يبقى يدخل في هذا المعنى كتب العلم طالب علم نفسه في صعيح البخاري يشترهوله ايه مشكلة نفسه في صعيح مسلم نفسه في مجموعة كتب علمية مش قادر يجبها ويا ما طلاب علمي بنقابلهم فقراء جدا جدا متعلق البحث اللي بيعملوا أو الدروس اللي بيحضرها أو الحالات اللي عايز يعملها سواء خب الجبعة وغيره على مجموعة كتب هو مش عارف اشتريها اشتريها لو صدقة جارية تبقى في ميزان حسناتك كلما قرأ وكلما تعلم وعلم كل ده في ميزان حسناتك اشتري مصاحف وديها للناس هدايا وربنا يكلمك يا رب العالمين تهادو تحبو لما تعطي المصاحف وكتب العلم تبضل صحفتك مفتوحة بعد موتك كل اللي يقرأ في المصحف كل اللي يقرأ في كتاب العلم وينتفع وكل اللي يهتدي بسبب الدعوة من خلال هذه الكتب كل ده يبقى في ميزان حسناتك ومكتوب في صحيفة حضرتك وفي صحيفة حضرتك رقم اربعة قال ايه قال النابع السلام قال او مسجدا بنان الله لاني ورد في الحديث اللي دراه احمد في سنة دين الصحية ان النابع السلام قال من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة الله اللي يبني مسجد بس لله انا بحزن لما لقى واحد عامل مسجد ومكلفه ما شاء الله مليون او اتنين مليون وكاتب عليه مسجد الحاج فلان الفلان او مسجد المرحوم فلان ليه ليه اليوم فضيت ما نعمله لله وخلاص مسجد الايمان مسجد التوحيد مسجد الصفة مسجد المروة مسجد مشاعر اي مسجد سمى اي حاجة مسجد عباد الرحمن وخلاص والله يعلم من الذي بناه اوعى تكون فكر ان ربنا ما اعرفش الله يعلم من الذي بناه وسيأجره ان شاء الله هو واللي عمله لو انا بنيت مسجد لوالدي يعني سبحانك يا رب لو عملت مسجد لوالدي وما كتبش عليه اسمي ولا اسم والدي الله يعلم ان المسجد ده انا اللي بنيته وابتغيت بيه وجه الله سبحانه وتعالى واجعلته صلى خجاريه على والدي يتكتب الاجر في صحفتين في صحفتي انا ياللي بنيت وفي صحفة والدي اللي انا وهبتلو الاجر دوت شوفوا كرم ربنا سبحانه وتعالى لان عمر ما هكون احنى من ربنا سبحانه وتعالى انا احنى على والدي وعمله مسجد ويوصل الاجر لي وما يوصلش يوصل لي ويوصله بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض الناس لما بيجي يكلم عن المسجد خد بالك من حاجة انت لو دفعت مبلغ بسيط في بناء مسجد تاخد اجر كل من صلى فيه وكل من صام وكل من اعتكف في المسجد وكل من صلى قيام الليل الترويح يعني وكل شوف يعني كل الخير اللي يحصل في المسجد يكتب في مثال حسناتك ولذلك مرة واحد بيقول لي انا معي الفين جنيه وعايز اعمل خير لولدي اعمل ديوم ايه لالفين جنيه قلت له نصيحتي لك لو عايز تسمع كلامي طلع بالالفين جنيه دولت مثلا ميت جنيه لكل مسجد بيت بني نفي كده بكل مكان كده وشوف لما مسجد اللي بيت بني وفي كل مسجد ميت جنيه فقط قل لي ميت جنيه قلت له بس اسمع انه بالنجين دولت ان انت بتشارك في اي حاجة موجودة في المسجد ان شاء الله حتى بملاليم ملاليم في الفرش ملاليم في الاساس ملاليم في اي حاجة اشترك عمل بير بالميت جنيه ديات تاخد انت والدك اللي انت عامل له الاجر دي او انت والدتك او انت والد اللي وهبت له العمل دو تاخدوا الأجر انتو الاتنين في كل حاجة وكل خير يتعامل في المسجد ده سواء صلاة أو اعتكاف أو طلب علم أو دعوة إلى الله أو جلسات قرآن أو أي حاجة يتتعامل في المسجد كل ده في بزم حسناتكم بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة قالك أو بيتا لابن السبيل بناه أيام بقى بقنا وأجدابنا أيام الجيل الجميل الطيب ده الجيل اللي هو يعني الجيل اللي ما يتعوضش بسهولة سبحان الله كان عندهم حاجة اسمها دار لابن السبيل ومطاعم لابن السبيل كانوا يعملوا إيه يجوا مثلا في مكان معين كده ويقوموا مثلا عاملين دار لابن السبيل أي حد معدي جاي مثلا ضيف معدي من بلد تانية جاي هيا عدي مثلا محتاج ينزل يقضوا بصلاحة في البلد ده مندة يوم أو يومين أو تلاتة بكتير تمام كان يخش في المكان ده في المضيفة ده يعني وينام وياكل ويشرب والناس بقى تعرف ان فيه ضيف لانه معينين واحد موجود هناك أول ما يجي ضيف نازل في المضيفة دي يروح يبلغه مثلا اللي ماسك المضيفة دي يبعت له فطار وغدا وعشا ويبعت له أي حاجة هو محتاج لها ويرعي الظروف وكده حاد دماء يمشي من المضيفة دي حاجة جميلة أوي ومعنى جميل أوي اني أنا نازل في مكان في الوسطاعك مثلا ومش لاقي مكان أبت فيه أنا وزوجتي وأولادي خد بالك ألاقي فيه مكان لابن السبيل أنزل فيه أقض فيه يوم أو يومين أو ثلاثة الحد مضبر أموري وأخرج من البلد ديت يبقى هم أكرموني وأغاثوني في المشكلة اللي أنا كنت فيها ديت دار لابن السبيل ده من ضمن الأشياء التي تكتب في ميزان حسناتك كل لما ضيف ينزل وكل لما يكرم ضيف وكل لما يغاث ملهوف في هذا البيت كل ده بكتب في ميزان حسناتك رقم ستة قالك أو نهرا أجراه بمعنى لو حضرتك عملت كده زي أناية مية كده بتحدى على بستان سواء بستان ده بتاعك أو بتاع أي حد حواليك ممكن واحد مثلا ربنا بتديره أعرف واحد بيقول لي جيت في مكان معام صحراوي وبنعمل عمليات استصلاح للأراضي وحفر الأبار مكلف جدا جدا قال لي فعملت إيه الناس اللي حواليه كانت ظروفهم على قدهم وحايزين يستصلاحوا الأراضي بتاعتهم ونفسهم يعملوا خير وعندهم أولاد وآخر ما عندهم دفعوا في الأرض ديت قال لي قمت عام البير وحفرت بير وطلع مياه ما شاء الله ونويتها كلها لله سبحانه وتعالى طلعت من البير دوت أناية مباشرة كده تمر على الأراضي اللي حواليه وحددت حدود اللي أنا مقدش طبعا مثلا لبعضي 100 كيلو وسل لأهو يدوب على في حدود مثلا العشرين أو الثلاثين فداني الحوالية وخلاص وقلت ده جماعة هيبقى مشترك ما بيننا وأنا مش عايز منكم أي حاجة وكل قطرة مية تخش الأرض بتاعتكم تبقى لي الله سبحانه وتعالى أو نهرا أجراه ويدخل في نفس المعنى مثلا لو واحد حفر بير في مثلا قرية مش لقين يعني نقطة مية يحفر لهم بير يشربوا مية نظيفة بفضل الله سبحانه وتعالى ويا ما فيه إخوة وأخوات الله يحفظهم عاملين المشاريع ديت في كرة ناس فقراء جدا مش لقين ياكلوا حفر لهم بير أو عمل إيه أو من المصورة الرئيسية اللي على بعد مثلا 3 كيلو في المدينة راح مثلا موصل مواسير مية وكده ومواتير وراح موصل مية لقرية من الكرة مثلا وخبالك كل نقطة مية توصل لهم يشربوها تعينهم على الصلاة وعلى العبادة وعلى طاعة ربنا يبقى في ميزان حسناتنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يدخل تحت المعنى ده برضو اللي يجيب كل دير مية اللي يجيب عزكم الله زير أو قلة أو أي حاجة كل دوت نرجو من الله أن اللي يعمل كده يشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تنوي أن كل نقطة مية توصل لإنسان تكون سبب حياته فتكون أنت سبب حياة قرية كاملة ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا ومش لازم واحد بس اللي يتحمل نفقة البير أو نفقة توصيل المية القرية كاملة ممكن مجموعة من الناس الطيبين يشتركوا مع بعض ويوصلوا الخير دوت بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا بيه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قال ابن عباس في تفسير الآية فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة الله أن أنت لو قدمت الماء في الدنيا ربنا هيكرمك وتشرب الماء دي في الآخرة أن أنت ممكن يكون الإنسان بيبخل حتى بالمية تعرف في إنسان بخيل حتى بنقطة مية لو جيت تشرب من عنده مية ما يسقكش مية وفي إنسان ما شاء الله كريم وعارف أنه لو عمل كلدير مية لو شرب منها إنسان هو مأجور الكلدير أحيانا أنت لقيه بينقط نقطة كده مية في عزك الله في طبق مية كده بلاستيك ولا حاجة لو جيت قطة شربت منه في ميزان حسناتك لو جاء صفور خد منه نقطتين كده مية في ميزان حسناتك أي حد في الكون يشرب من المية دي كل ده في ميزان حسناتك بفضل رقم سبعة النبي قال لك أو صدقة أخرجها في صحته وحياته لمعنى ما يجيش واحد يا جماعة وهو في سكرات الموت وخلاص في النزع الأخير يقول خلاص يا ربي فلوسي كلها لله ما ينفعش وأن أوان الصدقة هل ينفع أن أنا أتصدق وأنا بموت طب ما كنت عايش ما قدمتش ليه الخير دوات طبعا ده مش دليل لمن يحتاج لأن بعض الناس لما بيسأله بيجاوبوا إجابة عجيبة جدا واحد يروح يسأل مثلا حد من الدعاء يقول له ينفع أن أنا أعمل صدقة جارية لوالدي يقول له لا طبعا لا يغوز الصدقة دي تلابد أنه يعملها النفسه في حياته الحديث ده بيدل على الاستحباب مش على الوجوب يعني بيقول لك يستحب أن أنت اللي تعمل لنفسك الصدقة في حياتك ليه يستحبها قال لك لأنه ممكن الورثة يبخلوا ممكن أنا أترك نصف مليون جنيل أولادي وقول لهم يا أولادي الله يبرد فيكم خضوا ربعمائة ألف اتمتعوا بيها في حياتكم ومائة ألف الله يكرمكم شاركوا بيها في مسجد في كل ديرات مية في أي خير للمسلمين فالولاد بعد أما الأب مات قالوا يا سلام ما خلاص ما نتبقوا كل ميت روح لوحل حاله ومعقولة يعني نصرف مائة ألف جنيه عشان خاطر يوصل خير لوحل ميت يا عم ربنا يكرمه الأحياء أولى من الأموات وما ينفكوش ولا حاجة فعشان كده النبي بيقوله طلع صدقتك اللي أنت عايز تطلعها في حياتك طيب مات ولو ورث كانوا عندهم شيء من الوفاء ومن الأمانة طلب منهم يعملوا بالمئة ألف جنيه دي خير قالوا لا ده مش مئة ألف ده أبونا حبيبنا ده احنا نعمله بمئتين ألف جنيه خير والباقي نوزعه علينا وعملوا له الخير ده كله يقبل ولا ما يقبلش طبعا يقبل طبعا يقبل صدق غارية الإبن عملها أو البنت عملتها للأم ولا للأب كل ده يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان الأفضل زي ما قلت أنه يتصدق عن نفسه في حياته لخشية أن الورثة يسيء استخدام المال ولا ما يعملوش أي خير للأب خالص ولا للأم قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يا مسلم اتقوا النار ولو بشق طمرة وقال كما عند النسائي بإسناد حسن سبق درهم مئة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال الرجل كان عنده عرض من المال عنده فلوس كتير قوي فطلع منها مئة ألف ورجل كان لا يملكه إلا درهمين فأخرج درهما واحدا كأنه تصدق بنص صروته فصبق درهم مئة ألف درهم لما تجمعه الحاجات تقلع نؤتها دي كلها وتجمعه الأحاديث اللي اسمعناها وتجمعه خصوصا الحاديثين اللي احنا ذكرناهم في أول حلقة اللي هو سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته لما تسبع السابع حاجات دولت وتعملهم صدقوني ورب الكعبة ممكن تحسبوها وتعملوها وتلاقوا نفسكم يوم القيامة جايين بأعمار مش مليون سنة اتنين مليون وتلاتة مليون وخمسة مليون تخيلوا حضراتكم لو واحد عمره ستين سنة واهتدى على قديم مئة واحد والمئة واحد دولت اهتدى على قديم كل واحد منهم مئة واحد يبقى عشر تلاف واحد والعشر تلاف واحد دولت سلم تصعدي والعشر تلاف اهتدى على قديم مئة ألف والمئة ألف اهتدى على قديم مليون يجي يوم القيامة يخيلوا حضراتكم المليون قولي اهتادوا دولة تخيلوا حضراتكم كل واحد عاش كم سنة عاش خمسين ستين سنة خمسين ستين سنة في مليون شخص يعني كم يعني ستين مليون سنة يعني واحد يجي يوم القيامة عمره ستين مليون سنة اكبر صحيفة في الكون ده كله اعظم صحيفة مليان حسنات هي صحيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن كل الأمة وكل المليارات اللي جات من بعد النبي اليوم القيامة كل أعمالنا بتتكتب في ميزاننا وميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي اهتدوا على قدين مصعب بن عمير وعلى قدين سعد بن معاذ في المدينة المنورة اللي هي بداية تكوين الإسلام والزرية اللي جات منهم بعد كده من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة كله يتحسب في ميزان حسنات سعد بن معاذ مصعب بن عمير أسعد بن الزرارة ثم في ميزان الأكبر الميزان الأكبر ميزان النبي صلى الله عليه وسلم بص في ميزان أبي بكر وعثمان وزيد بن ثابت اللي جمع القرآن كل من يقرأ حرفا من القرآن في ميزان حسنات زيد بن ثابت وفي ميزان حسنات اللي أمروا بجمع القرآن هو أبو بكر الصديق وفي ميزان حسنات الذي يعلمهم القرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن تقدر أن أنت تخلي سجل حياتك وعمرك والله وبيلا مبلغة يعدي مليون واثنين وثلاثة وعشرة اقول لك حاجة حلوة بقى انو نية بقى كده ولو ما طلعتش من الحلقة دي كلها الا بالنية دي تكفاية علينا كان احد ما شايفي كان يقول لي محمود يا ابني عايزك تنوي من جواك مدوم تسالكت طريق الدعوة ان ربنا يجعلك سبب هداية الانس والجن قلت له شيخنا انت بزينا هكون سبب هداية الانس قال لي بس انوي انوي انت مش هتعملها طبعا هو في واحد هيكون سبب هداية البشرية كلها والجن كله لا بس انويها ان يا ربي لو عندي امكانية لو عندي قدرة لكن تكون سبب في هداية الانس والجن او اطلوبها من ربنا يا رب جعلني سببا في هداية الانس والجن قال لي تيجي يوم القيامة هداية الانس والجن وان لم يهتدوا يكون في ميزان حسناتك انوي من جواكم اني امني يا رب انا نويت منجواه لو اعطتني فلوس ابن مسجد في كل القرية وفي كل الشارع في الدنيا كلها لو اديتني فلوس اعمل كل دير في كل شارع على الكرة الارضية لو اعطتني فلوس اوزع مصاحف على كل و نية صادقة و هل في حد فلوس يوزع المصاحة في الاخرى الارضية حل Southern هل في حد فلوس يينيكAB كولدير في كل شارع في الكرى الارضي مفيش ولكن انويها وتاخد اجرها بفضل الله. مش شاهد نورك كلام ده كله. هقولك على بعض المشاريع السريعة جدا جدا. اللي تطور بها عمرك في عجالة كده في الدقيقة اللي فضلة دي. رقم واحد احرص على ان يكون عندك اولاد صالحين. عندك اولاد ربيهم على الصلاح. ما عندكش اولاد ما رزقتش باولاد انوي ان لو ربنا رزقك او لو ربنا كان رزقك كنت هتربيهم على الصلاح. رقم اثنين مشاركة في بناء المساجد. ثلاثة مشاركة في بناء دار ايتام. اربعة. عمارة لتزوج الشباب. جيب كل الشاب كده من الشباب مش قادين يجاوزهم. ادي له شقة كده ايجار لمدة 30 ببلاش. يتجوز فالحد اما ربنا يصله ويقدر يقوم بحاله كده ويروح بعد كده يجيب شقة واحد غير وجه يسكن. آآ سيارة لتوصيل الدعاء لدرسهم وخطب جمعهم. آآ ارض تيجى على الثمر بتاعها كله للايتام. آآ مدرسة ليتام المسلمين. عيادة لعلاج الفقراء مجانا. تزويج اليتيمات. بنية انشاء اسرة مسلمة. كل ذير مية او زير مية حتى. تباعد كتب واشرطة لطلبة العلم. معهد لتحفوز الكرآن. آآ توصيل المية والقهرباء لقرية فقيرة. المشاركة في مستشفى سلطان للاطفال. جهاز اشعة لمستوصف او جهاز غسيل كلوي. آآ زراعة النخل ليثمر الثمر للناس. دفع مصروفات المعهد او المدرسة لطلاب العلم. وقف القبل لتوزيع اللبن على مرضى الكبد. آآ مدافن شرعية للمسلمين. مكنة خياطة او تركوه لام بتربية تامة. وقف مكنة طباعة لطباعة المصحف مجانا. انشاء قناة اسلامية. موقع على الانترنت اسلامي. ازاعة اسلامية موجهة لبلاد. لم تسمع على الاسلام. دي ابواب خيرة عظيمة جدا تطول اعماركم. عشان كده كان عنوان درس الليلة بعنوان عاش مليون سنة. ان شاء الله نلتقي بعد الفاصل. نتلقى ايميلاتكم واتصالاتكم ونسعد بكم. صلى على حبيبك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقون يا جماعة والله العظيم. عمرنا ده هو عمره ما يعدي هضر. المسلم ده عمره غالي قوي. وعمره مهم قوي. يعني عايز اقول لكم حاجة معلومة صغيرة خالص. ممكن الانسان يتعب في حياته. عشان يوصل انه يعمل حاجة ينتفع بها المسلمين بالو البشرية كلها. خدوا بالكم. هيتعب لكن هيعيش كبير ويموت كبير. وممكن واحد ينام ويرتاح ويروق الاناني ويرايح العظمتين ويقضيها بقى كده يعني ايه فرفشة وصهرلة زي ما بيقولوا. لكن وهو هيرتاح فعلا. بس هيعيش صغير اوي وهيموت صغير اوي. انا يعني كنت اسمع من احد مشايخ زمان الله يرحمه رحمه رحمة واسعة انه كان يقول لي انا ما بنامشي في اليوم اكتر من اربع ساعات. بينه وبينكم كنت مستغربها منه. لحد اما انا توغلت بقى في الدعوة ففجئتي لقيت نفسي انا نفسي ما بنامشي غير ثلاث ساعات. قلت سبحانك يا رب فعلا الدعوة لما تستغرق حياتك وهمك كله ما تنامكش. انا وانا نايم هتتعجبه. وانا نايم حطت على بالي فكرة. وجنبي ورق والم وورق ابيض. او ام كاتب عليه وانا نايم كاتب عليه الفكرة. اصبح الصبح الاقي مجموعة افكار مكتوبة في الورق متدخلة جوه بعضها وشغبطة وكلام داخل جوه بعضه. ولكن اقعد افسر بقى لانا كتبته او ام كاتبه في ورقة بيضة. فاطلع بحاجات جميلة اوي كنت هاحزن اوي لو نمت وصحيت وانا ما كتبتهاش وفاتتني الخيارات دي كلها. باعتبر ده اجمل من حاجة في حياتك. اتذكرت الامام البخاري الله يرحمه ورحمه ونفس الحكاية عملها الامام الشفائي. كان يصحف اليوم في الليلة يعني تلاتين مرة. يكتب مسألة علمية وينام. وبعدين يفتكر مسألة تانية يقوم يكتبها وينام. قلت سبحان الله لما واحد يقوم يكتب تلاتين مسألة في الليلة ومالنام قد ايه. ورغم ذلك ربنا كان مبارك في عمرهم. مين معايا السلام. الاستاذ رجاء من المغرب. سلام عليكم. عليكم السلام وحبا بركاته. جزاك الله وخيرا مني يا شيخ محمول على هذا الدرس. الله يحفظ حضرتك ويبارك فيك. ربنا يحبك ويسطورك ويبارك فيك يا رب. والله انا كنت احبا اكلمك من الحصة اللي فاتت. ربنا اعزك يا اخت رجاء ويبارك فيك. وكنت ببحث عن هذا الدرس استدقى لجاريا. الله يكرمك يا رب العالمين. ربنا ربنا يحفظك. اديك انا ذكرت لكم امهم ابواب من الخير اللي ممكن يتعمل. ذكرت لكم في الورقة فانا عايزكم رجاء. يعني لو تقدروا تفرغوه او تقدروا تكتبوه. مهم جدا جدا اخت رجاء ان احنا على فكرة ومش لازم اعمل كل دوات. نقي حتى حاجة قريبة لقلبك. ممكن راح يكون مواجه فلوس. خلاص. علم ووصله. معيش علم طيب دلال على الخير. اسهل حاجة في الكون ده كله يا مسلمين ان احنا ندل الناس على الخير. انا عايز الناس توزع الصداقات. اقولي الاغنياء. ماخدش فلوس عشان محدش يتهمني ان انا اخدت فلوس وحطيتها في جيبي. لا انما اقولي الغني يا ريت والله تحاول توصل خير للمكان الفلاني والمكان الفلاني. وروحين تؤصل بنفسك الله يبر فيك. ادل الناس على طرقة العلم. ادل الناس على بناء المساجد. ادل 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 شغلتي دلال الى الخير. هي دي شغلة المسلم. مين معانس الاسلام. ام محمد سلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك وبني اعزك. بني بارك لك يا ابن يا رب. الله يبر فيك. بقول لحضرتك يا سالك بالنسب للصدقة الجارية. نعم. يعني امي يعني ايه احنا يعني انا بعمل لها من فلوسي انا صدقة جارية. نعم. يا جوز يعني هي توصل لها الوردة. اه طبعا. ده مش. لازم يكون من فلوسها هي. لا اه ده مش ليوصلها بس. يوصلها ويوصل لك. ما انا عايز اقولي حاجة كمان يا محمد. بس ايه سؤال تاني عشان ما تقفل. اتفضلي. اه. اه. عايزك تعمل لنا حالة عشان فيه ناس بتقول ان مفيش عذاب للقبر. وكان فيه جابوا لنا فتوى للشيخ الشعراوي ان بالنسبة لقاية بتاعت سيدنا فرعوم لان النار يغرضون عليها غضون وعشان. اسمه فرعوم مش سيدنا فرعوم. لا تاريك لك. فأي قناة. حاضر. 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 وقل لي بقى على موضوع. بس اسمعين يا امي محمد. صدر. ما تقوليش سيدنا في رغم تاني. خليك. ربنا يبار فيك يا محمد. طبعا يعني ايه. ربنا يبار فيك يا محمد حفاظك يا رب. احنا قلنا يا جماعة. اه. عايزين دائما ندعاية ما بين افراط وتفريد. احنا امة وسطة. وكذلك جعلناكم امتا وسطة. اه. غلطة كتير من الدعاء. انا بقول غلطة كتير من الدعاء. ان كان التركيز كله على ايه. عذاب القبر. وسريخ واصوات مرئبة في بداية الدروس. انت منفعش ده. ده تيقس من رحمة ربنا. وفي الناحية التانية. نعيم القبر وبس وما فيش عذاب. لا احنا عايزين نقول يا جماعة. الوسطية ان احنا نقول ان المؤمن بيجازة على الخير. هيجاز عليه خير. والشر يجاز عليه شر. تمام كده؟ عملت خير هتلاقي في قبرك. عملت الشر هتلاقي في قبرك. ايه بقى القبر فيه؟ من باب البشرة. من باب بقى المعلومة الجميلة البسيطة الهادية. نقول القبر فيه نعيم وفيه عذاب. لا نستطيع ان احنا ننكر الى ذا ولا ذا. واللي عايز يعرف موضوع نعيم القبر وعذاب. انا كنت عامل سلسلة كاملة خمسين درس اسمها رحلة الى الضر الاخرة. موجودة عن موقع رسم الشيخ محمد مصري. خشوا عليها واستمعوها. درس كامل عن عذاب القبر ودرس كامل عن نعيم القبر. وربنا يبارف فيك يا رب العالمين. معنا مين؟ الاخت فتحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى بركاته. اهلا سهلا. اهلا يا شيخ محمود مصري جزاك الله وخيرا. الله يبارك حضرتك. انا منذ مدة عايز اتكلم معاك لكن. ربني عزك واختفرح ومبارف فيك يا رب ويفتح عليك. يا ربي امين. اتفضل. يا شيخ انا كنت حامل. ام زادت عندي ابنية وتوفت عندها يومين يعني. يعني بعدما وضعتي ماتت بعدما وضعتها بيومين؟ اه هي كانت مريضة في بطني يعني والكل يقول لي لم لازم تشيلها لازم عشان حتكون معاقة حتكون مريضة اوي. انا مرضيتش يعني. ربني احفزك. وعايز اعرف سؤالي عايز اعرف لما قدت شباب يعني عملت حاجات متعجبش ربنا يعني. سؤالي عايز اعرف هل بنتي حشوفها في العجنة ولا حاجاتي بتزالي. لا بص هو اللي كيف تفتحها ربنا يحفزك. واللهم ما فيه ارحم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ورحمتي يوسعت كل شيء. والانسان مهما عظم ومهما كان فهو شيء. ورحمة الله ستسع له محالة. ان كنت اخطأتي وانت في مرحلة الشباب. فكل الناس تقريبا اخطأت في مرحلة الشباب. وفيه ناس فاخطأت حتى بعد الشباب. لان الناب قال كده. كل بني ادم خطاء. وخير الخطائين التوابون. بنتك اللي ماتت عندها يومين دي. الله يرحمه رحمة وسعه. واجعلها سابقة لك الى الجنة. ان شاء الله ابشري. مدام الانسان تاب من الذنوب الماضية. وكل ما وقع في ذنب غصبا عنه. بيجدد التوبة الى الله سبحانه وتعالى. دون ان يستهين بالذنب. فدي بشرة طبيبة جدا. ان ان شاء الله واحتسبت ابنتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله تلاقيها بتنتظرك عند ابواب الجنة. وادخلك الجنة كمان. وتلاقي بيت مبني لك في الجنة اسمه بيت الحمد. وده بالتوفيق ما بين ثلاث احاديث بس عشان الوقت ما يطلش. فان شاء الله ابشري بكل خير. واحسن الظنة بالله سبحانه وتعالى ان ربنا غفر لك اللي فات. وجديد التوبة دايما كده. ويحتسب ابنتك عند ربنا تجد كل الخير عند الله سبحانه وتعالى. ام محمد سلام عليكم. عليكم السلام. اهلا و سهلا. اهلا محمد الله. اتفضلي. لو سمحت حافظك قلت رائع مسؤول عن رائع نعم. دلوقتي انا عندي زوجي ما يعرفش عن الكلمة دي اي حاجة خالص. ممكن توطي التلفزيون شوية ام محمد. طيب ماشي حالص. دلوقتي زوجي ما يعرفش اي اي حواة عن الكلمة دي خالص. نعم. ما شفى هوا دلوقتي كما قاعد في البيت ما بيشتغلش خالص. نعم. ماشي فانا عايد دلوقتي يحفظك توجيه له كلمة انه خالص وانا عندي ولاد ومش عارف عامل ايه. الله يحفظك ويستورك يا ام محمد. عايز اقول لحضرتك حاجة اولا. اه المشكلة اللي حاجت بتذكريها دي مشكلة انا اكاد اقولك انها مشكلة منتشرة جدا جدا في جل بلاد المسلمين. اه منتشرة بشكل مش طبيعي. ان كتير جدا جدا من النساء ازواجهم ما بيصرفوش عليهم. اه عايز اقول اني اني انه قال دي نار انفقته في سبيل الله. ودي نار انفقته في عدك رقبة. ودي نار انفقته في كذا. ودي نار انفقته على اهلك نبي بيقول ايه اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ويقول واللقمة يضعها الرجل في في امرأتي له بها صدقة. فحايز اقول لكل رجل ربنا يبارك في عمرك. الا اذا كان الانسان مريض ومعذور فالزوجة بتعذره لظروفه. انما لو ما كانش مريض وما بيشتغلش وما بيصرفش على زوجته وعلى اولاده. سيسأل عنهم يوم القيامة. خصوصا اذا الجأ زوجته ان هي تشتغل وتصرف عليه وعلى البيت وغير ذلك. عايز اقول المسلم الحق حتى مش من باب الاسلام حتى من باب الرجولة حتى. اللي يستمتع بان هو يصرف على زوجته. وبعدين ايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبعضهم على بعضهم وبما انفقوا من اموالهم. ده نصف قوامة الرجل على المرأة الانفاق ان هو ينفق ويشتغل. فانا اصلا الله سبحانه وتعالى ان زوج حضرتك في الكنسة معني وان ربنا يكلمك ويحفظك ويبارك في عمرك ويأجورك ان شاء الله اسعى لأي شغل لقمة حلال ايا كانت. حتى لو كان يعني المبلغ مش يعني مش مكفي قوي انا اظن ان شاء الله ان زوجة حضرتك هتعذرك على قلة ذات اليد. لكن في نفس الوقت ابذل الجهد عشان ربنا يكرمك وعشان ما تكونش ضيعت الامانة. الاختي خديجة السلام عليكم. سلام عليكم. اختي خديجة سلام عليكم. اطعا طيب. اختي خديجة سلام ام 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 فيروز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورساله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك بلا عليك سيكلا سمحت انا عزيزة اعرف بس فيه ناس كتيرة تقول تبرعوا لبناء مسجد وبناء جامع. احنا بنسفع بس سرقات تبقى لحد ما بسيطة شوية. اهلا بيطارها الساكر جاريا في ميزان حسناتنا. وبعد ذاتنا حضرتك معليش برضه سيكتش صغير. انا لسه منتقبة عن قريب من حوالي سورين. اهلا بنا تقبل يا رب. والاسف في ناس كتيرة طبعا ضغوط حركة عارف بقى والملابس الجيدة تعتقى السيدات وكدة الاضراءات كتيرة. حاجزة بس حاجزة تقول لي كلماتك يعني تثبتني على موضوع النقاب شوية لفهم فقدك الله خيرا. حاضر عني يا ام فيروز. ولا سنسانا من الدعاء رب بني سبتنا وياك وبرك فيك يا رب عايز اقول حياة جماعة كون ان حدا مثلا بيقول تبرعه لبناء المساجد يعني المساجد قدام عينية وانا باتبرع وبحط في المسجد انا مأجور ودي صدقة جارية حتى اخذ بالك وحتى لو كان القائم على هذه الاعمال يعني غير امناء انا مأجور انا بفضل لو حدي عنده ساعة من المار ويتبرع للمسجد يتبرع بحاجات عينية يجب لهم طوب يجب لهم اسمان تيجب لهم ده الا اذا كانوا محتاجين فلوس بحاجة معينة هو يعلم ان القائمين عليه ناس امناء لكن انا لا احفز ولا احبز ابدا ان يبقى فيه تبرع لمسجد في بلد تانية انا معرفهاش يعني ابقى نعت في القائرة واحد بقول لي لو سمحت الفلوس عشان للمسجد مثلا في اخر الدنيا اقولوا طبعا ايش عرفنا من المسجد هاي البني فانا احب اشوف ثمر التبرع في مكاني ولذلك افضل ان كل اهل مكان هما اللي يتبرعوا يبنوا المسجد يعني مثلا اهل اصوان هما اللي يبنوا مساجد اصوان اهل اصوان هما اللي يبنوا مساجد اصوان اهل البحر الاحمر هما اللي يبنوها اهل القائرة وهكذا ليه علشان انا بدفع الفلوس وبشوف المسجد قداما ده انا افضله وان كان يحدث غير زالد دي اين يعني يعني يغوز برضو لكن انا ده دي الصورة اللي انا بفضله طبعا مشاركة الوقت مسلم في بناء اي مسجد صدقة جارية تستمر العمر كل طول ما المسجد ده بيتصلى فيه وبيعتكف فيه وبيقرأ فيه قرآن وبيتحلم فيه العلم الشرعي كل ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله ربنا يتقبل مننا وينكم صالح العمان نهال الاختي نهال سلام عليكم مرحبا يا سيخ كيف الحال اهلا بحضرتك اعينا حبك في الله ربنا يحبك واستورك يا رب اعينا حبك في الله الان انا دخل على عمليه ان شاء الله شفاك الله عفاك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يشفي كل مرضى المسلمين اعینا وارب عايز أسأل من تشكير الحواجب مفنو حلال ام حرام اخذ الحواجب ايوه طشكير التشكيير تشكير الحواجب طبعا عشان رب العالıyor ايه تشكير ان تشمير الحواجب ايه wire طشكير أن تشكير لرانا محدد وان يش choking ومهوش حرام لكن فيه شبهة خدوا بالكم ليه لان التشقير دوت ممكن يعطي احاق للي قدامي بان انا تنمصت بمعنى ايه بمعنى ان انا بشقر حتة وبسيب حتة كاني اخدت الحتة ديت وسبت الحتة اللي فوق تمام كده فهو التشقير هو لون بيتحط على الحاجب هو في حد ذاته ما فيوش حرمانية لكن فيه شبهة ان يقال ان اللي قدامي دي تنمصت او اخدت شيئا من حاجبها اما هو عموما ان على الاجمال فالتشقير ليس فيه شيء وينما فيه شبهة ليس حرما وياكن فيه شبهة الاختة فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بردك ايه احبيلك شيخ محمود ربنا يا جديد كل خير والله موضوع الحلقة جميل جدا ربنا يا جديد الله يخليكو يا زكرة شيخ محمود انا عايزة اكلنا بردك عن نوطتي الاول وردتي انا عايزة مع اخواتي من والدي وولدتي عايزة تلبس النقاب فهي تقعد دي قدامهم ولا لا ايه اخواتي من والدي اخواتك من والدك ايه نعم وتاني حاجة موضوع سهل قوي عن الحسانات وكده موضوع الموبايل انه ممكن يعني انا وزميلي في الكوريا وكده بنردنا على بعد وقت الفتر وهي ايه وعفا يا والدة حضرتك يعني ما زالت على زمة والدك نا والدي توفى يعني هو توفي وكان متجوز واحدة تانية وعنده اولاد وولدتك موجودة معه ايه فهي عايزة تلبسه امم يعني بيقولها لا املي انه مش هينفت نعم نعم ايه السؤال التاني اتفضلي طيب الاول انا نسيت عفوا ان الاخت تقريبا انا ما افكر امه فيروس تقريبا كانت سألتني بتقول لي عايزة كلمتين بقى تشجعني على التثبيت على موضوع النقاب عايزة اقول حاجة جمعان عايزة اقول دايما كان لما حدي يسألني عن موضوع النقاب كنت دايما بقول اهم حاجتين مدومت هتلبس النقاب يبقى مش هتخلعين ده رقم واحد رقم اثنين لاني قبل ما تقرري قبل ما تعمل حاجة فكري دايما في حيثة النقاب بالذات بقول بالله عليكم قبل ما ينبس النقاب فيه حاجتين رقم واحد مدومت هفكر وقررت نهائيا اني هلبس نقاب يبقى مش هتخلع النقاب رقم اثنين اني انا هكون صورة حلوة للمنتقبات لاني ممكن اني نهاردة واحدة تلبس نقاب تتصرف تتصرف معين تتعامل بخلق معين تسلك صلوق معين يساء بالظمني بكل المنتقبات تعرفين الميكروسكوب دايما على لحية ونقاب واحد ملتحي عمل حاجة غلط الدنيا كلها تقول لك الملتحي لكله وعشين واحدة منتقب عملت حاجة غلط يبقى كل المنتقبات فعشان كده بقول اللي هتلبس نقاب ربنا يكلمها قبل ما تقرر تلبسه قلت ما تخلعوش تاني حاجة اللي طبعا بقى اذا كان بقى لقدر الله جالها مرض معين وكده واضطرت لخلعه بعد ذلك يعني فما جعل الله عليكم في الدين من حرج عشان بقى أثبتك عايز اقول لك حاجة عايز اقول لك ان ربنا يكلمك كفاك شرفا ان انت تكون يوم القيامة ان شاء الله في صحبة أمهات المؤمنين سبحان الله سبحان الله ان ربنا يكلمك كده وتيجي تقولي لأمنا عائشة وأمنا خديجة وأمنا جويرية وأمنا زينب تقول لها أنا عملت زيك يا أم البست زيك وتحملت شدة الحر وشدة التريقة والمشاكل وكل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه تعالى ومدام الإنسان عامل عمل لله جماعة والله العظيم بتهون علي الدنيا كلها مدام العمل ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى آيس الاسلام فاضل تلت دقايق طيب يعني وفاضل شهر تلت دقايق ولو أتجير بسرعة يعني ان شاء الله ندعو ونؤمن جميعا على الدعاء اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسن وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب استعملنا لنشر الخير يا رب بين العباد استعملنا يا رب لنشر الخير بين العباد اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أقلب بين قلوب المصريين اللهم أقلب بين قلوب المصريين اللهم صب الخير على مصر وأهل مصر وكل بلاد المسلمين صبا صبا ولا تجعل عاشهم كدا كدا اللهم أغف إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فأطعمهم حفاته فأحملهم عراته فاكسوهم مرضى فدوهم اللهم تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم اللهم انصرهم على أعدائهم وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك ولا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوض بك من سخطك والنار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جينان الخلد استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اغفل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشفوا مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين اللهم نجح طلاب المسلمين اللهم زوج بنات المسلمين اللهم زوج شباب المسلمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين اللهم اشفوا مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله صحبه وسلم وما تنسوش نحن في شهر رجب وده من الأشهر الحرم وخير وأحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان وشهر الله المحرم فأسر الله عز وجل نعينا وإياكم على كثرة الصيام والعبادة في شهر رجب جمعاني الله وإياكم في الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء ونقفل ببان في وش الشطان بكلمة حنان وفيها الشفاء